السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج برمافيرا بيسكس ان شاء الله في محاضرة اليوم هنعرف ازاي نعمل سيكونس بين اكتيفتس بتاعة الهايكل او الكونكريت وان شاء الله لو لحقنا في المحاضرة دي كمان نعمل الاكتيفتس السيكونس بين اكتيفتس بتاعة التشتبات والخدمات ان شاء الله تمام اه مبدئيا كده يا شباب هو الكورس ان شاء الله كورس البجينر احنا خلاص قربنا نخلصه بعد ما نخلص السيكونس بازن اللي هنعمل كمان محاضرة خاصة بالريسورس وبعد كده ان شاء الله نعمل محاضرة للأوبديت وكده خلاص شكرا انت كبجينر خلاص انت ده هيكون كافي جدا بالنسبة لك انك تعمل برنامج زمني تمام نبدأ في المحاضرة بتاعتنا النهاردة اول حاجة هنعملها هنروح على هنا من سكادول هنختار هنعمل بس ان هو يعمل سكادول بشكل اوتوماتيك طول ما احنا بنضيف العلاقات عشان مش كل شوية نفضل نعمل رن اللي برنامج واحنا شغلين تمام فهنشغل هنا سكادول اوتوماتيك تمام الابشن ده انا بفضل ان احنا نفعله واحنا بنعمل سيكونس بس تمام لكن بعد كده شيلو بعد ما نخلص سيكونس بنشيلو وبنشتغل عادي واحنا بنعمل الابديت كمان تمام بعد كده هنقفل من هنا ونقول له يس اوكي شوش كلا تمام ونعمل سكادول كده كده احنا لسه ما عملاش اي تغيير على الجدول الزمني لحد دلوقتي تمام بعد كده نيجي هنا تحت على الاكتيفتي بروبرتز هنعمل رايت كليك ونختار الكولومز اللي نزهرها كلها انا بفضل يكون عندنا الجزء الخاص بريليشنشيبز يعني فيه هنا عندنا البريد السيسور والساكسيسور بتفتح لك الاتنين مع بعض يعني هنا عنده سابلاي لما تيجي هنا تفتح تقف هنا بتجيب لك هنا البريد السيسور وهنا الساكسيسور الاتنين في شاشة واحدة تمام فادي انا بفضلها برضو نشتغل عليها تمام لكن انت عندك ممكن تشتغل على البريد السيسور والساكسيسور زي ما انت عايز تمام اهم حاجة في الجدول الزمني انك اه تدرس الديكمنتس بتاعتك كويس وتطلع الاوتبوتس منها يعني الاكتيفتي ليست مثلا مهانس ان انت طلعت الاكتيفتي ليست الليست انت كده خلاص يعني اللي بعد كده بيبقى كله سيستيماتيكس انك تعمل السيكونس او انك تديف الريسورس او كده لكن الصعوبة هي بداية البرنامج الزمني ودي احنا خلصناها في المحاضرات اللي قبل كده تمام فاللي جاي بعد كل اللي جاي بعد كده ان شاء الله كله هيبقى سهل تمام اه خلينا نبص بقى عندنا كده على الاكتيفتيز بتاعتنا عندنا اول اه هو الاكتيفتيز والباك فيلنج اه على الكلوم نيكس ليبل والباك فيلنج على الجراون بيم ليبل طيب تمام عندنا البي سي والارسي طيب احنا هنا عندنا كده لو بصينا هنلاقي العادية والمسلحة رقاب الاعمدة الووتر بروفنج الجراون بيمز الووتر بروفنج تاني والدرينج والدرينج نيتورك والسلاب انجريتي انت لو ركزت هتلاقي دول كلهم ماشيين وارا بعض فاحنا عشان نربطهم مع مع بعض الطريقة سهلة هنقف على اول اكتيفتي وناخد اخر اكتيفتي تمام حد كمان الجراوند فلور كولومز تمام حد الجراوند فلور سلاب كمان تمام ناخدهم كده وهنعمل آآ لينك اكتيفتيز تمام هتشوف هنا فين لينك اكتيفتيز لينك اكتيفتيز بتربطهم مع بعض على طول بعلاقة فينش تستارت تمام طبب البي سي هنربطها ب明ه اللي هي البنك إذن، سيكون قبل البلان كونكريت فالنصف هو الذي سيتقوم بالبروژيك تستار حسناً؟ تصحيحاً فقط للمعلومات التي نبتها دائماً نذهب إلى النصف أيضاً وهنربطه مع البلان كونكريت علاقة فانشت وستار حسناً؟ أخترناهم الاثنين مع بعض باستطيع حسناً؟ لكن إذا تختار كلها مع بعض ستختارها بالشفت حسناً؟ دلوقتي على منصوب الرقاب العمدة والباك فيلنج على منصوب هنشوف هنا على منصوب الرقاب العمدة ده هيبقى بعد العزل بتاع الفاونديشنز تمامي ونروح كده على الساكسيسور هنا هنيجي على الساكسيسور ونخصص لها كمان على منصوب تمام هعمل لنا كده قصين هنضيف علاقة كمان فينشت ستارت باك فيلنج نبس اعنا كده بس عشان نشوف طيب بعد الباك فيلنج على منصوب الرقاب العمدة احنا بنشتغل في تمام انت هنا واقف على نفس ال اكتيفتي ال باك فيلنج هنا هتدوس جوتو ماشي هيوديك الاكتيفتي اللي انت واقف عليه تمام بعد كده على الساكسيسور هتضيف علاقة تانية مع الجراوند بيمز تمام هتروح هنا الجراوند بيمز تمام في يعني الجراون بيمز تمام يبقى كده عندك الباك فيلنج اتربط البريد السيسور والساكسيسور العلاقة الصحيحة بتاعته تمام بعد كده هتروح على الباك فيلنج على الجراوند بيم ليفل ده هيبقى قبله على طول العزل هنروح هنا مثلا بريد السيسور أو نقف على الريليشنشيب هنشوف البريد السيسور بتاعه هيبقى العزل على منسوب الجراون بيمز تمام حلو الكلام وهتروح على الساكسيسور كمان وهتحط عندك بعد كده تمام يبقى احنا كده زبطنا البداية أو زبطناهم مع بعض تمام عندك السلاب نقريد بعدها الجراوند فلور كولومس كده تمام ما فهاش مشاكل نخش بقى على الأعمدة والسلابات تمام عندك هنا وعندك تمام طيب هناخد من لحد هنربطهم مع بعض علاقة تمام طيب خلينا بقى كده نفكر في نقطة احنا ما تكلمناش فيها دلوقتي احنا ربطنا الانشطة كلها وربعض وده اللوجيكالي اللي بيحصل في الموقع تمام طيب في حاجة احنا ما خدناش في اعتبارها هنا ولازم نفعلها لما تيجي تبص على هتلاقيها 14 يوم تمام والفرست فلور كولومز عندك 7 تية طيب الفرست فلور سلاب بقى تشتغل فيها امتى يعني مش لوجيك ان انت اول ما تخلص اعمدة الدور الارضي تشتغل او اتخلص اعمدة الدور الاول تشتغل على طول في البلاطة لانك انت لازم تستنى تحت بتاعت الفك مينفعش يعني مثلا انت عندك المواصفة بتقولك ان انت هتفك بعد 14 يوم على سبيل المثال يعني تمام وانت عندك راجل شغال في فيلة واحدة يعني مشروعك بلمتد رسورسز فانت لازم تستنى هتطلع العدة من الدور الارضي تحت عشان تشتغل بيها في الدور اللي فوق تمام ده بغد النظر عن موضوع انك لازم تستنى زمن الفك يعني تمام فهنزبط العلاقة دي هنا ازاي انت هنا لو بصيت الجراوند فلور سلاب 14 يوم عندك الفرست فلور كولومز هتاخب منك سبع تيام تمام يعني انت كده كمان محتاج سبع تيام زيادة على الاعمدة تمام يبقى هتيجي على العلاقة اللي بين الفرست فلور كولومز والفرست فلور سلاب وهتضيف فيها سبعة ايام كمان ويتنج تمام السبعة ايام دول هنرنصفهم ازاي هنا في العلاقة دي هنيجي هنا على اللاج بتوين الفرست فلور سلاب والجراوند فلور كولومز سوري الفرست فلور كولومز وهتضيف سبعة ايام هنا تمام هتلاقيها ظهرت معاك هنا في جاب بين الفرست فلور كولومز والفرست فلور سلاب تمام? ده عشان ناخد في اعتبارنا زمن الفك للشدة الخشبية. تمام? هيبقى نفس الكلام بين والسكند فلور سلاب. حلو الكلام? لان انت هنا بعد ما تصب آآ سعف الدور الاول عادي تشتغل على طول في عاملة الدور التانية ما عندكش اي مشكلة. تمام? لكن برضه هتحط لاج سبعة ايام بتوين السلابة وبتوين الاعمدة. حلو? احط سبعة ايام كمان. تمام? طيب هنا هتلاقي الاكتيفتي يعني ماشي معك كده شوية حلوين. آآ هنا اربعتاشر يوم لكن هو على الجدول الزمن يباين اكتر بكتير جدا من اربعتاشر يوم. فهنا آآ يعني ايه اللي حصل? نعرف ازاي المشكلة دي حصلت ايه او كده. الاربعتاشر يوم دول خلونا بقى نروح على انتربايز كولوم انتربايز مينيو سوري. وتخش على الكالندرز تمام? تشوف آآ الموضوع في ايه او ايه اللي حصل. تمام? هتلاقي عندنا الاول احنا محتاجين نعرف ايه اصلا الكالندر اللي احنا مخصصين على الاكتيفتيز عشان ما نروحش نفتح اي كالندر وخلاص. فهتيجي هنا من الكولومز وهتظهر ايه الكالندر تمام? هتدوسها هتكتب كالندر مثلا. اوكي. وهتجيبه تظهره عشان تشوف الاكتيفتيز واخد اي كالندر عندك. حلو الكلام? هتلاقي هنا عندك الكالندر اللي متفعل على المشروع او كلها. تمام? يبقى هتروح بقى من المانيو هنا وتفتح الكالندرز وهتروح على الكالندر ده. تمام? هو هنا احنا وقفين على الجلوبل فمش ظاهر معنا هنروح على البروجيكت. احنا كنا عاملينه في الجلوبل وعملينه في الجلوبل. اوكي. خلاص يبقى هتخش من هنا وهتعمل موديفاي. تمام? بتبص هنا على الفترة اللي فيها مشكلة او هنا فيها مشكلة على هنا فيها مشكلة في الفترة بين واحد وعشرين فبراير لخمستاشر ابريل. خليني نشوف ايه اللي فيها. تمام? هنختار بي سيكس كورس سيكس دايز. تمام? هتروح على نفس الفترة دي ما بين اه ما بين فبراير لابريل. هتلاقي كل ده متعلم يعني الايام دي كلها اجازات. تمام? يبقى احنا كنا مدخلين هنا اه خدنا في اعتبارنا شهر رمضان وحطنا اف على البرنامج. تمام? الايام دي كلها ما فيها الشغل. من اول عشرة مارس لحد عندك اربعتاشر ابريل. يعني اجازة رمضان اه شهر رمضان كملا مع اجازة عيد الفطر كمان. تمام? يبا احنا كده فهمنا ليه الاكتيفتي ده بتاعته زادت. تمام? عشان ما تستغربش مسلا لو انت مزبط الكالندر بتاعك ولاقيت فيه المدة بتاعتها بتزيد فلازم تكون عارف السبب الزيادة ده جه منين. تمام? بعد كده عندك نرجع تاني عادي يفوش مشكلة عندك برضو بتبقى آآ سلابة صغيرة وبتبقى العدة بتاعتها متوفرة يعني ما فيهش اي مشكلة. تمام? وبعد كده حلو يبقى احنا كده خلصنا السيكونس الخاص بالسكيلتون او كاملا. تمام? مع مع الاخد في الاعتبار مع الاخد في الاعتبار وكلهم بينين كريتيكال زي ما انت شايف. مفيش ولا واحد مش كريتيكال. تمام? طب نبص هنا كده بقى على الستارت والفينيش عندنا. المشروع روح معك من واحد اكتوبر لتسع مايو. يعني سبع شهور. تمام? يعني بتتكلم اكتوبر ونوفمبر وديسامبر تلت شهور. ومن واحد لاربعة سبع شهور وتسعة ايام كمان. يعني احنا حطين مدد براحتنا شوية. تمام? موسيقى